صرح ناطق رسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيلا بوردينا أن الاجتماع الذي سيعقد غدا بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس يشكل رسالة واضحة للجميع بأن فلسطين وشعبها ومقدساتها أكبر من كل المؤامرات وأشار بوردينا إلى أن الهدف الأساسي للاجتماع هو البدء بخطوات هامة على طريق تجسيد الوحدة لإسقاط مؤامرة الضم والأبرتايد والاستيطان وتهويد القدس وأوضح ناطق باسم الرئاسة أن الاجتماع رسالة قوية وواضحة للجميع بالحفاظ على الأسس التي تؤدي لقيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 مشددا على التمسك بمبادرة السلام العربية لإسقاط التطبيع المجاني